وسط مشاهد الدمار والخراب يظهر الحي السعودي غرب مدينة رفح وقد تحول إلى كتلة من الركام نتيجة القصف الإسرائيلي العنيف المباني المهدمة والشوارع المدمرة تعكس حجم الكارثة التي حلت بالمنطقة وسكانها تاركة وراءها مشاهد مؤلمة ومأساوية انتشرت الصور ومقاطع الفيديو التي توثق حجم الدمار في الحي السعودي على وسائل التواصل الاجتماعي مما أثار موجة من التعاطف والدعم لسكان رفح تحت هاشتاجات مثل هاشتاج رفح تحت القصف وهاشتاج أنقذوا غزة وشارك الألاف من المستخدمين تعليقاتهم داعين المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري لوقف العنف وتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة لنشاهد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر